معاناة لا تنتهي يواجهها مسلم الإيغور في أقليم تركستان الشرقية أو كما تطلق عليه السلطات الصينية شينجيانج أحدث فصول المعاناة كشفت عنها وثائق مسربة من الشرطة الصينية نشرها عدد من الصحف والمواقع الإخبارية العالمية كاللوموند الفرنسية والبي بي سي البريطانية التي أكدت أن محتوى تلك الوثائق ينسف الدعاية الصينية التي تقوم على مزاعم بشأن مراكز للتدريب المهني يوجد بها متدربون من أقلية الإيغور بينما الواقع الذي تثبته الوثائق المسربة يؤكد احتجاز أكثر من مليون من الإيغور المسلمين قصريا في مراكز لإعادة التثقيف السياسي لإجبارهم على تغيير معتقداتهم الدينية وتمسي هويتهم الثقافية المرتبطة بالدين الإسلامي الوثائق المسربة تثبت كذلك وجود قمع منظم من رأس الدولة الصينية والحزب الشيوعي الصيني الحاكم ضد المسلمين الإيغور في تركستان الشرقية حيث تتضمن آلاف الصور لمعتقلين بينهم نساء وأطفال ومسنون كما أنها تكشف أن عنف السلطات الصينية وسوء المعاملة يحظى بموافقة أعلى مستويات هرم السلطة في بكين المعلومات التي كشفتها الوثائق الصينية المسربة أثارت ردود فعل دولية غاضبة إذ دعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول غربية أخرى دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن كل الموقفين تعسفية وإلغاء معسكرات الاحتجاز ووضع حد للاعتقالات الجماعية والتعذيب والتعقيم القصري واستخدام العمل القصري عقوبة ضد مسلم الإيغور وبالنظر إلى المواقف الدولية فإنها لم تتعد كونها إدانة كلامية ودعوات خجولة للصين للتوقف عن قمع مسلم الإيغور بينما يظل المجتمع الدولي عاجزا عن اتخاذ موقف قوي يرضع بكين عن المضي قدما في انتهاكاتها لحقوق مسلمي تركستان الشرقية ترجمة نانسي قنقر